قرية العدوة قرية مصرية بسيطة في ملامحها وبيوتها وسكانها الذين يبلغ عددهم حوالي 15 ألف نسمة يعيشون على 20 فدانة شوارع القرية وجدرانها تخلو من تأييد أي مرشح سوى ابنها الدكتور محمد مرسي الذي زرنا منزله وحاولنا التسجيل مع أهله لكن شقيقه رفض التسجيل معنا وأحالنا إلى حملته الانتخابية في القاهرة اقتربنا من أبناء القرية الذين كانت لديهم ثقة كبيرة في فوز محمد مرسي في جولة الإعادة إن شاء الله احنا واسكن بإذن الله بفوزن الدكتور محمد مرسي وحتى يمكن انتشاف المؤشرات الخارجية بالنسبة للتسجيل في جميع دول العالم هو متفوق بيعتبر أكثر من نص تقريباً على الفريق أحمد شفيق الدكتور محمد مرسي متعلم أحسن من أي واحد مسك رئاسة في الجمهورية إن شاء الله هو الكسبان لأن الدكتور محمد مرسي أده ودود حديث لم يخلو من ود يجمعهم بعائلة الدكتور محمد مرسي عائلة الدكتور محمد مرسي متاضعين جداً يعني يكلمون الناس وإلهم غطان وزي أحد القرية الأستاذ محمد أب مرسي راجل محترم وراجل متدين ورجل جارناه وجاري في الغيط وناس محترمين ونعمر لما شفنا منهم أي حاجة ونتمنى هو بقى رئيس جمهورية مصر العربي المسافة بين قرية العدوى وقرية قطيفة مباشر مصقة رأس الفريق أحمد شفيق لم تكن بعيدة هنا يعيش نحو خمسة آلاف نسمة وتوحي مباني القرية أنها شهدت تطويراً خلال السنوات الأخيرة تأييد أبناء القرية لأحمد شفيق هو الملمح الرئيسي في طرقاتها ولكن اللافت هو حضور صور للمرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي إحداها بجانب منزل عمدة القرية الذي يرتبط بصلة قرابة مع الفريق أحمد شفيق مليون جنيل وكل عمد يعني أنا خدت مليون أنا خدت مليون أطلقها الدكتور محمد مرسي في مؤتمر صحفي بأن بعض عمد القرى حصلوا على مليون جنيه من أجل دعم الفريق أحمد شفيق أهل القرية قالوا إن الفريق أحمد شفيق زار قريته مرتين ولم يزورها في أثناء الحملة الانتخابية ولا يملك أحمد شفيق منزلاً في القرية فبحسب أحد أبناء القرية تبرعت أسرته بمنزلها ليصبح مقراً للجمعية الزراعية أبناء القرية هنا أيضاً على ثقة كبيرة بفوز الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة ست الفريق عنده كده يعني جاذبية ما تفهمش الكريزمة بتاعته كريزمة تريز مري أتوقع فوز الفريق إن شاء الله في دولة الإعادة لأنه رجل يتماز بالصدق والأمانة والجدية في العمل بل إن أبناء القرية بدأوا يفكرون في كيفية الاحتفال إذا ما فاز الفريق أحمد شفيق لما يفوز لفرحتنا إحنا وفرحت مصر كل هذه هنروح ماشيين على الأقدام على الأقدام بين العدوى وقطيفة مباشر سيخرج الرئيس القادم وأيا من كان الفائز فإن الشرقية هي محافظة الرئيس المصري الجديد بعد أن كانت إحدى محافظات دلتنيل الأخرى وهي محافظة المنوفية مسقط رأس الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك هشام عبد الملك بي بي سي القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر